لا شك لإنسان يكون مثلا له ذكريات في بلد الذي نشأ فيه علاقات ومع هذا آثروا الإسلام آثروا سكن المدينة مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم ثم نشأوا أبنائهم يعني الأبناء حافظين القرآن البنت كذلك ما شاء الله حافظة لكتاب الله عز وجل والدة جواد كذلك ترجمة كتاب التوحيد الإمام مجدد محمد للهارة رحمه الله والدته ما شاء الله نعم الهمطويات مترجمة أسرة قرآنية يعني مطابقة لعلوان حلقتنا اليوم تعليقكم تكترحوا لهذا والله أقول يعني بعد الحمد لله أنا قاعد أتأمل أقول نعمة الله علينا الحمد لله أن نشأنا في أرض الإسلام الله والله يا أخي هذه نعمة صراحة يعني بين مسلمين وتسمع الأذان الله أكبر وبلد توحيد وتطلع من هنا واحد يقول لا إله إلا الله يقول أحنا أقول سبحان الله هنا يقول أستغفر الله وشائب يقول أذكر الله السلام عليكم ونتوكل على الله معينات على العبادة كل شيء هذه سبحان الله يا أخي نعمة يعني لازم نستشعرها يعني الأسرة الجميلة الرائعة هذه السويسرية كم بدلت وكم عانت حتى تصل إلى أرض الحرمين أرض الإسلام ومهد الإسلام شوف كيف يعني غيرك يبذل الكثير وضحى بمالك كله قاعد جلسة قارن سبحان الله بين والده الله يوفقه وطريفه أمره بجمعنا في جنة النعيم وبين الصحابة لما هاجروا في مكة ترك كل شيء من يترك سويسرا؟ صحيح أسرة وكل واحد عنده أسرة صحيح هذه الأسر تنتهي يعني يمكن فينا الآن اللي يعني موجودين الآن لو قلت من آخر واحد عايش في أسرتك عايش يعني جد كيف ما هو من يتحفظه من آبائك واجدادك لا اللي عايش من أسرتك اللي مرة مرة يمكن يقول أبو جدي صحيح صحيح يعني أبوك جدك أبو جدك صحيح وتنتهي الأسرة صحيح صحيح طيب كم حافظ من آبائك واجدادك والله حافظ من محمد وناصر وعبد الله وصل ستة سبعة بس مثلا الشهراني الشماسي السيف وذكر العائل الأسرة أو القبيل اللي انتمي لها صحيح طيب إلى وين يعني تنتهي تنتهي إلى آدم آدم عسرة صح أو لا صح الأسرة القرآنية تختلف تماما يا أخوان تختلف تماما كيف أبو عبد الله لك شوقت أحسنت الأسرة القرآنية تختلف إلى أين تنتهي الأسرة القرآنية إلى الله إلى الرب سبحانه وتعالى أعرف كيف إلى الرب سبحانه وتعالى شوف ترى بعض الناس ما يستشعرها أنا أستشعرها جيدا أنا عندي إجازة الحمد لله رواية حفص عن عاصم أعرف كيف لما شيخ يقرأ عليك إجازة السند يعني تقريبا عدلك اسمها ثم يقول عن عثمان يجيك عن حفص عن عاصم الأسدي عن عثمان بن عفان وبعض الصحابة عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ربه جل وعلا سند ينتهي إلى الرب أسرة تنتهي إلى الرب هذه أسرة عظيمة أسرة أذكر أهل القرآن و أهل الله خاصة خيركم تعلم القرآن و أعلمه لا أفتح الى يعني ما تنتهي إلى الجد الخامس و العاشر و القبيلة لا 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 إلى آدم رحكة مشي مشي إلى آدم أخلك حافظ إسماك إلى آدم أعرف كيف ولا في أحد حافظ ما في أحد النبي صلى الله عليه وسلم اللي عد إلى عدنان يعني أعرف كيف إلى إسماعيل عد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم لكن يعني قصتي ما في نسب متصل بسنة صحيح إلا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم أعرف كيف هو النسب الشريف الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم بسنة صحيح اللهم صلى الله عليه وسلم لكن كلها ينتهي إلى بشر أما الأسر القرآنية لا ينتهي إلى رب البشر الله بذلك الكلام اللي أنت جالست أنت تقرأه ليس كلام أحد كلام رب العالمين يا أخي سبحان الله خذ حديث أنس أبن مالك عن نبي صلى الله عليه وسلم سعي مسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حنوة الإيمان أن يكون الله و رسوله أحب إليه إما سواهم و أن يحب المر و أن يكره و أن يعودها في الكفر بعد إذا انقذها اللهم ترى هاشوف هذه ما هي سهلة يا أخوان الأخيرة لا يستوعبها للي عاشها خذ الوحد الثاني يقول ذاق طعم الإيمان شوف له طعم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب و الإسلام بدينه و محمد صلى الله عليه وسلم نبيه و رسوله في القصة المشهورة لما قرأ نبي صلى الله عليه وسلم على عتبة أردت كيف ماذا قال عتبة قال إن عليه لحلاوة و إن له إن عليه لطلاوة إن عليه لطلاوة و إن له لحلاوة و إن أسفله مغدق و إن علاه لمثمر و إنه يعلو و لا يعلو عليه و لا يعلو عليه شوف كيف غص من كافر الشاهد إن له حلاوة يا أخوة و أنا هذه يعني لا يتلذذ بالقرآن إلا من يكثر قراءته سبحان الله تخيل أبوك يقرأ و أمك تقرأ و أين تقرأ و تروح للمسجد هذا يقرأ ليش رمضان الواحد يرتفع يعيش لأنه يسمع قرآن كثير الله ليش عتبة تغير وجهه لما رجع كان كافر و لما رجع قال جاء بالوجه غير الوجه الذي ذهب به ليش لأنه يسمع قرآن الله فكيف اللي يعيش مع القرآن و كيف اللي يتصور يعني يتخيل في باله أن القرآن هذا هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم و أن هذا هو كلام الله و أن هذا منتهي إلى الرب سبحانه و تعالى سبحانه و تعالى يعني أنت تقرأ و أنت متصل بالله سبحانه و تعالى اتصار عجيب سبحانه و تعالى من بالسند و إلا بسمحان الله بالإيمان و يعني اتصار اللي هو القراءة و الطلب و الدعاء و الاتصال الروحي بالله سبحانه و تعالى كانك يعني سبحان الله تعيش بين كلام الله سبحانه و تعالى